ازرع لغم وحص الدعم هكذا يبدو واقع الحال في تصرفات الامم المتحدة مع ميليشيا الحوثيين فالمنظمة التي تجرم وتحرم استخدام الالغام لاغتيال حياة الانسان منحت الحوثيين مؤخرا عشرين سيارة تحت لافتة الدعم لنزع الالغام الالغام التي اكدت المنظمة مرارا ان الحوثيين يواصلون زراعتها لتحصد حياة اليمنيين برأي مدافعين عن سلوك المنظمة الاممية فان دفع الدعم المقدم تشجيع الحوثيين الذين يمتلكون خرائط الالغام على القيام بنزعها مبرر وصفه يمنيون بكونه عذرا اقبح من ذنب فالسيارات المقدمة للميليشيا ليست الدعم الاول ولا يبدو انه الاخير من قبل المنظمة الاممية وعلى سبيل المثال فاحد الدفع المالية التي تسلمها الحوثيون من الامم المتحدة سابقا تحت مبرر نزع الالغام بلغت اربعة عشر مليون دولار مبلغ يبدو ان الميليشيا استخدمته لزراعة مزيد من الالغام ومكافآت لخبراء الموت الملغوم اذ ليس في سجل الحوثيين اصلا ما يشير لكونهم قد انتقلوا من الزرع الى النزع بحسب تصريحات سابقة لمدير المكتب الفني للمشاورات محمد العمراني فان الحالة التي شهدت نزع الغام جنوب الحديدة قامت الامم المتحدة بتسليم تلك الالغام للحوثيين بدلا من التخلص منها وباضافة خبر الدعم بسيارات لتلك التصريحات تبدو المنظمة الاممية مقدرة للمشقة التي يلقاها الحوثيون في زراعة الالغام فتقدم لهم الدعم عاما بعد عام وحرصا على عدالة توزيع الالغام بين السهول والمرتفعات كان الدعم الرباعي شرطا في الدفعة الجديدة من سيارات استمراء ممثلي الامم المتحدة للذهاب بعيدا عن ممثلي الحكومة ذات التمثيل في المنظمة الاممية وتماهيهم في التمثيلية القاتلة لميليشيا الموت جريمة تغضو أكثر انكشافا في ضوء الرقم المهول لألغام الميليشيا التي تجاوزت تقديرات بعض المنظمات لأعدادها حاجز المليون لغم وأمام أعداد الضحايا ومشهد مبتوري الأطراف سيكون اكتفاء طرف الشرعية والتحالف برصد التجاوزات الاممية طعنة قاتلة لا تتوقعها الأوساط الشعبية فالخطيئات يجب أن تواجهها تحركات لا تصريحات